لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد السلام عليكم اخواني الكرام مرحبا بكم في هذا البث المباشر اليوم كما تعلمون هو 23 ديسمبر 2020 هي الذكرى الاولى لرحيل الفريق احمد قيد صلى سؤال اللي ندخل فيها مباشرة ماذا تحقق بعد مرور عام على رحيل القيد صالح والمصادفة انه في نفس الوقت نتحدث تقريبا على عام من استلام عبد المجيد تبون لمهامه كرئيسه للجمهورين هو ادى القسم يوم 19 يوم 23 توفي القيد صالح رحمة الله عليه ما الذي تحقق؟ هل فعل المشروع اللي بده القيد صالح تم واستمر؟ أنتم تفكيكوا وتفتيتوا وتشتيتوا وتمزيقوا فأقولوا واشتحبوا أنتم كجزائريين ونحن كجزائريين عندما ننظر إلى المشهد نخلي العواطف جانبا خلينا من العواطف جانبا الشعوب المتطورة والشعوب المتحذرة ما تتعاملش بعواطف؟ ما تتعاملش عن جهينا أنا مع تبون معناها تبون حقق المعجزة أنا ضد تبون معناها تبون ما حققش شيء وهكذا هذا المنطق ما يبليش دول الأمم المتحذرة المتطورة ما تتعاملش بهذا المنطق شوف في واقعك ما الذي تغير ما الذي تحقق؟ نخذه تبون كما نعلم أنا سبق وتحدثت معاكم في حلقات سابقة على واش كان حبي دير القائد صالح يا جماعة أن القائد صالح في تلك المرحلة راه مرحلة صعبة بش يخرج قائد عسكري ويتخذ تلك المواقف ضد منظومة حكم سياسية ولوبي عسكري كبير وعمير ضد جنرالات ضد عقادات أروا أكثر من مئات ضابط سامي أدخلهم السجن لقائد صالح أغلبيتهم الساحقة بيتهم الفساد وبيتهم التعامل مع عصابة بوتفليقة أو جماعة راهي جرآن ما يمكن أن يكون لحد أنا لا نهنا يا جماعة إذا كنت ظنوا بأنني أمجد القائد صالح لكم غالطين أنا لا أمجد أحد كلهم بشر لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وأنا أبشر لي ما لي وعلي ما علي كلنا لدينا أخطاء ولدينا إيجابيات وسلبيات ما كانش واحد رأه ملاك لكن المؤكد أنه الرجل جاء في مرحلة استثنائية وقام بدور ما دور هذا اللي قام به هناك اللي ضده بتاتا يشوفوا فيه أنه انقلاب على الحركشة يعني واش كان يتصوروا أنه القائد صالح كان يدخل ينحلهم بوتفليقة يدخل توفيق ويدخل للسعيد ويجمع الحبس ويجيب المفتاح من تعريق أسد الجمهورية ويطيشورهم في الأجرون بوست الحركة الشعبية لم يكن مهيكل ما كانش عنده هيكلة شاءوا الناس كل وجده في الشارع لمن سيسلم الحكم طهد ربعا يقولك لا يسلم للشعب كيف كيف وسيسلم هذا الحكم للشعب هل عن طريق الانتخابات ها وقال لك في ذلك الوقت اندي الخابات رفضت وذركا تيجاوي طالبه بتطبيق المادة ميوثنين على عبد المجيد تابون بسبب مرضه يقولك لا هذه المرة نشاركه في الانتخاب سياسة ما تمشيش هكذا سياسة ما تمشيش هكذا والثورات مشكلة الثورات هي تعدد القادة وهذه الرؤوس وتنافسهم على الزعب مش تنافسهم على إنجاح المشروع لذلك شفنا أغلبية الثورات التي اندلعت يا هدمت نفسها يا دخلت في حيل يا دخلت في صراعات أخرى ولم تؤتي أكلها بل أنها التفت على نفسها ورجعت أخرى من منظومات سابقة في إطار ما يسمى الثورة المضادة وعادوا إلى الحكم أين الإشكالية؟ الإشكالية أن الحراك الشعبي لم يكن لهم تكثير ولم يكن لهم مهيكل الثورات الشعبية عندما تندلع ولا تكن لها واجهة سياسية تمثلها دائما تصل إلى هذا المناطب الجايد صرح في ذلك الوقت مع من سيتعامل؟ مع من سيتعامل؟ جربوا في تلك المرحلة ذكروا بعض الأشخاص وصورهم يكونوا مثل الحراك تم التطاحل لأن هناك حقيقة هناك كالناس مناظرين من أجل الدفاع عن الجزائر وهناك أيضا المنتفعين اللي حوسوا يحققهم وصراحهم مع من يتعامل؟ بل أن الإشكالية أن أكبر غلطة ارتكبها الحراك أنه ادخل في ذلك الوقت في خصومه مع القيسر سارعوا وأنا في ذلك الوقت ما كانتش أولوية لا يمكن أبدا أن الحراك يحقق المياه في المياه لأنه علاش في ذلك الوقت الناس اللي يحركوا في الحراك قالوا هم حابين يحكموا الحكم ومن هم اللي موجودين في الخارج؟ كانوا هم اللي حابين يرجعوا للجزائر ويستلموا الحكم على طريقة عودة المرزوقي وعودة غير وغير وغير كانوا حابينها بهذه الطريقة يرجع هو اللي يستلم الحكم ويعتلى ونعفي على الجيد صالح ونعفي على المسؤول هل في المنطقة أنها مؤسسة عسكرية يحكمها جنيرالات؟ في جزائر منظومتها أصل نظامها عندها شيء اسمه سيستام السيستام هذا لا يمكن تفكيكه هو سيستام عسكري داخل في عمق النظام مش سهلة جي تفككه تحتاج إلى وقت طويل لذلك الجيد صالح مشى في مسار الشارع تم تأريبه ضد الجيد صالح والشارع اندفع عاطفي يكلب عليه واحد في الفيسبوك ويرفع ليه فتا ولا يدري أنا أتكلم على العموم هكذا العوام يجب أن نفرق ما بين العوام والنخب العوام عندما تخرج للشارع فهي قد تنفلت الأمور دائما أن الخروج للشوارع فيه مخاطر كبيرة كبيرة جدا السبب الأول والأساسي الذي جعل الحراك الشعبي في ذلك الوقت لم ينفلت هو حرص المؤسسة العسكرية على أمن الجزائي ومن يقول غير ذلك فهو يكلم هذه هي الحقيقة عندما تخيلوا لو كانت المؤسسة العسكرية ما كانش فيها الجيسة يا جماعة كانوا قادرين يدخلوا مندسين يضربوا البوليسية البوليسية يردوا بعنف وتختلطوا دارها في عدة دول وصلت حتى إلى حروب أهدي نفس الشيء ولكن ذلك حدث حرص حقيقي من طرف المؤسسة العسكرية هي أنه لم تصل أمور إلى الدماء وإلى حق دماء الجزائي إذن هناك طيال يا ربي أن القيد صارح انقلب على الحراك أنا لا أراه بهذه الطريقة أنا لا أراه بهذه الطريقة وأنا قلت لكم أنا لا أقدس القيد صارح أنا كنت أنتقده سنوات طويلة ولكن الدور الذي لعبه في تلك المرحلة والمعطيات التي توفرت لدينا أكدت بأن الرجل بصدد إنقاذ الجزائي ودفع حياته ثمن هذا الأمر بلا أدنى شك لكن ما الذي تحقق أنا قلت ما يجب أن نمشي بعواطفنا قال لي يعبد تبون واللي يقدس تبون يشوف تبون ما فيه لا 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 يخطئ هو نفس المنهج اللي كان في عهد متفلق واللي يقدس القيد صالح يشوف فيه معصوم من الخطأ يا جماعة ما فيش حد معصوم من الخطأ لكن الرجل الآن رحل إلى ربي له ما له وعليه ما عليه أنا شخصيا أدعو له بالرحمة وأدعو له بأن ربي سبحانه يأجر وعلى سيئات وربي يتجاوز عليها هذا دعائي دي لأنه أنا شفت بعيني ما الذي قدمه هذا الرجل وعندي المعطيات كيف أنقذ الجزائر من وحد المصير يمكن أن نصلوله قد يقول البعض بأنكم دائما تخوفون من مصير كذا وكذا يا جماعة العوام راه يمشوا بعواطفهم الدنيا هذه بعض الناس في جمن التواصل الاجتماعي وصلت الناس كلها عدت شوف يروحها بمجرد ما يفتح صفحة في الفيسبوك أو في اليوتيوب أو شيء من هذا القبيل يشوف يروحه يملك كل الحقيقة ما الذي تحقق؟ أنا نجيبها لكم من الأخير الذي حدث هي ردة حقيقية على المصار لأعد به القيد صار لو كان القيد صار على قيد الحياة وحدث ما نراه لا كنت معكم الآن أنتقد القيد صار وأهاجمه ونقول فيه ما يندله الجميع ولكن الرجل رحل إلى ربه عد أشياء نهار أداء القسم بعدها مباشرة فجأة في يوم 23 قال الرجل مات الله يرحم إذن ما نقدرش نحاسبه ميد على وعود وعدها بعد ذلك اللي يجيب بعده ما حققهاش ما يجيب بعده ما حققهاش اللي يجي الآن أطراف الحركة الشعبي تريد أن تحمل القيد صالح المسؤولية هناك الذي ينظر أنه انقلب على الحركة هذا خطأ قد تختلف النظرة الحركة أخطأ وهناك أيضا في المؤسسة العسكرية كانت بعض الأخطأ القيد صالح بسبب ردة الفعل أولا الحركة غير مهيكل ثانيا الحركة غير ليست لديه وجهة سياسية الحركيين أيضا يتنافسوا فيما بينهم الواجهات تتنافس تريد أن يفرش لها السجاد الأحمر في مطاره وريبو مدين وهذه حقيقة بش نقوله الآن بأنه ما فيش أخطاء هذا غلط هناك أخطاء رتكبها الحركة وأكبر خطأ أنه لم يتهيكل سياسيا كنا نطالب في بعض النخب والواجهات أنه ضرورة أنه يتهيكل قلت لا الثورة الشعبية أرمو الثورة للشارع يحتضنها الشعب ما هذا الكلام مش هذا الكلام للعوام ها والآن تفتت العوام تفتت ورجعوا لبيوتهم أخرجتهم عواطف معينة وأدخلتهم عواطف أخرى للبيوت بش تزيد ترجحهم إلى الشارع أو يحبله خلينا نتكلم شوية بمنطقية بعيدا عن لغة العواطف الذي حدث على مدار عام ويشاء الله أنه على مدار عام هو عام لتبون وعام من رحيل الجيد صار ما الذي تحقق مع تبون سؤال ما الذي حققه الحركة الشعبية ما ذات لهم نتكلم عن الجزائريين لما خرجوا كلهم إلى الشواء ما ذات لهم العهدى الخامسة تنتهي إصلاح منظومة الحكم محاربة الفساد هذه وعادة هيبة الدولة استرجاع الثروات ما الذي حققه تبون بلا أدنى شك حتى لا ننظر إلى الكأس من جانبه الفارغ والمليان لا ننظر له الجهتين هناك تبون جال الحكم أول حاجة فقد القيد صالح كان القيد صالح هو القوة وكما تعلمون تبون جاب إلى شعبي حتى الناس اللي راحوا انتخبوا على تبون أو انتخذهبوا إلى صناديق الاقتراع على تبون ولا على غيرهم كانوا استجابة للجايد صالح استجابة في مطلب المؤسسة العسكرية الممثلة في الجايد صالح هذه الحقيقة لم يقنعهم لا برنامج تبون أنا تبعت الحاملة الانتخابية ما بقيت حتى تبون ما عندوش برنامج أصلا لم يعطي أي برنامج كلها وعود تعودنا عليها في المشاهد السلس الوعود اللي ناس راحت على جالها لصناديق الاقتراع هي الوعود اللي اعطتها المؤسسة العسكرية الوعود اللي اعطاها الجايد صالح بأنهم يرافقوا أنهم يرافقوا المسار حتى توضع الجزائر فيما صارها الصحيح مطالب الشعب تتحقق يحاسب المفسدون استرجاع الأموال هذه اللي واعتبها المؤسسة العسكرية إذن الناس ذهبت لصناديق الاقتراع ضوطات على تبون بناء على وعود اطلعها الجايد صالح والمؤسسة العسكرية هذه الحقيقة عليش نكربوا على بعضهم ما كان لاش نكربوا على بعضهم كيرحل الجايد صالح كان الغطاء لتبون كان يمثل به لو بقي الجايد صالح وكل العمار بيدي الله طبعا ما كان الأمر يصل إلى هذا الحد رح يكون هناك غطاء قوى تتمثل في المؤسسة العسكرية لأنه جاء عبارة عن نتيجة مسار دعموا الجايد صالح ودافع له لكنه راحت للمؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية كي لما جاء شنقريحة السعيد شنقريحة السعيد شنقريحة يا جماعة لا يحمل الرؤية اللي كان يحملها الجايد صالح وهذه طبيعة في المؤسسة العسكرية يجب أن نعرفوها كل قائد يجي يحاول يفكك يمحي معافاره البصمات نتعني سبقه هذه عرفناها نحن كنا كضباط في المؤسسة العسكرية عشناها اللي يجي يقول لك بأنه الشعارات والحياة المثالية داخل المؤسسة العسكرية غير حطها جانبا نعرفوها العسكر خير منكم خير منكم نعرفوها وكلنا ضباط وفيهم الناس لهم الآن جنرالات كانوا يرقدون معنا في شمبروا نعرفو العسكر ما كان لاش تجي تزايد عليا ولا تتفلس فعلية ولا تتمهب العلية وأنا ابن المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية المشكلة أنه يجي أي واحد يحاول يمسح البصمات شنقريحة لما جاء ماذا لقى بصامات القيد صلحة بصامات القيد صلحة قاهم كبار بزر خليني من داخل جاء العسكرية هذا شأن يعني العسكريين بالنسبة للتنظيم المؤسسة العسكرية نتكلم على أنه قال القيد صلح بصامات سياسي شنقريحة قعد في الكرسي اللي كان قعد فيه القيد صلح أراد أن يكون لديه بصامات أيضا وكيف سيكون كيف ستظهر بصامات شنقريحة لو كمل مسار القيد صلح وشفناها أنه بمجرد بعد وفاة القايد صالح في فطرة معينة تم مسح نهائيا مع حتى التلفزيون مع الشيلكور حتى داروا وفائقي على رحلة التبون وكذا المسار هذك اللي داروا قبضة من ديسمبر أسهاروا في 13 ثانية ظهر فيها القايد صالح ما ذكرهش حتى بسهل اليوم وش داره لأنه فرحناه تلفزيون وتكلمنا بأنهم اطلقوا أوامر وهذه معلومة جاتتنا من المصادرنا داخل تلفزيون أنهم جاتهم تعليمات أنهم يهدروس على القايد صالح لما فضحنا هذا الأمر ذرك السلطة خاف القايد صالح عادوا شعبية كبيرة في الشارع تحسبلها قال لك لا خلنا نطفو الضوء أيضا أعطاوه الأمر للتلفزيون يديروا تقرير حول وفاة القايد صالح وداروا تقرير في نشرة الخامسة شفتوا وأظن زادوا بثوه في نشرة الثامنة على القايد صالح ورحيل المجاهد والصدر وكذا 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 عكس تماما وعليش هالفقرات هذو الملاح ما أبرزتهمش ما أبرزتش على يمك كلها دور القايد صالح في وصول تبون إلى السلطة والمسار لأيدوا القايد صالح ما حدوش على إخلاص لأنه فضحناهم فأرادوا التغطية على كل حد أنا أقول لكم بأنه شنجريحا ما مشاش على المسار اللي مشاهد فيه القايد صالح ما مشاش وتمنى أن يثبت العكس المعطيات اللي متوفرها لدي تقول بأنه ما مشاش في المسار هذا إذا كان ثبت العكس نقوله صحيح أي روح كملا في المسار اللي مشاهدين أول حاجة بدأوا بتفكيك المنظومة اللي كان فيها القايد صالح جينيرالات الدوه من الإحباس البروتوكول انتع عدلان عدلان بن سلامة دوه للحبس الكوموندو هذا كان الشاب هذا كان مرافق القايد صالح دوه للحبس بونويرا جابوه من ليبيا من عفوا من تركيا بعد ما باعوا مقابل رأس وباعوا الملف الليبي الله أعلم ما هي الملفات التي كان في حوزته حتى يغامر رئيس جمهورية يتصل بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويطلبه شخصيا هذه نتمنى تتكشف في المستقبل أسرار هذه الصفقة فيهم ناس أحلوهم على التقاعد فيهم ناس ما زالوا يمارسوا في مهام طيشوهم بلابوست لوالو وقعد في بيرو وحكم فهم هذه أول حاجة أمر آخر قد لا نبالغ بقول بل يا راي عملية انتقامية المؤسسة العسكرية كل قائد يجي يضع المسؤولين اللي يثيق فيهم هذه طبيعية ولكن أنها تحدث بهذه الطريقة فيهم ناس لعبوا دور معين في سجن بعض الأشخاص بتهم الفساد لقاوا أنفسهم في السجون لأدري ما هي الملفات هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه بداية خروج لناس من السجن توفيق خرج راح حطينه في بوشاو طرطاق تحدث بعض المعلومات يقولوا راحو ما شوش في سجن البوليدة أمر آخر إخراج أكثر من خمسين ضابط خرجوهم بانتفاء وجه الدعوة كلهم دخلهم القايد صارح بيتهم الفساد دخلوهم قطعوا لهم ملفات ورجعوا فيهم اللي يرجعوا لممارسة مهام عودة خالد نزار عودة خالد نزار صفقة خالد نزار ما هوش ساهل اللي هرب من القايد صالح بتلك الطريقة وفضل أنه يجي لإسبانيا ويقعد هناك ويتهجم على القايد صالح بعد هو راح القايد صالح لما جاء شانجريحة بدأ خالد نزار يغازل في المؤسسة العسكري شانجريحة كان إليه مو عند خالد نزار شانجريحة كان يلتقي خالد نزار وهو متقعد وغير مو الجنيرال أنا نقولها لكم باش نكلموا بصراحة استرجاع وزير دفاع فعر في الخارج يعتبر إنجاز المؤسسة العسكري اللي يبقى على شخص خاصة خالد نزار لأنه أول حاجة لم يتابعوه بقضايا حقوق الإنسان ما تبعوه تبعوه في قضية التآمر على القايد صالح اللي كان التآمر على المؤسسة العسكرية كان حابين يسكتوا القايد صالح باش يستولوا على المؤسسة العسكرية ويستعملوها ضد الشعب ويحافظوا على منظومة العسابة القايد صالح وقفرهم في الطريق فأرادوا أنهم داروا مؤامرة على القايد صالح كان فيها اللعبة هذه دخل فيها خالد نزار لما رأى ما تبعوه لأنه بعض الناس يتوهموا أنه خالد نزار ممكن يتابعوه بتهم قضايا حقوق الإنسان أنسوها بل أنه اداوه لأنه خالد نزار عنده ملاحقة قضائية في سويسرا ومخايفين يتطور الأمر وزير دفاع يعتبر علبة سوداء نتع مرحلة التسعينات وهي أخطر مرحلة في المؤسسة العسكرية في تاريخ المؤسسة العسكرية وما زالت دفعت ثمن غالي المؤسسة العسكرية قتلة وجرحة فاقو الخمسين ألف هذه حقيقة المؤسسة العسكرية تم تشويها في إطار نظرية من يقتل من والكتب التي صدرت في الخارج التي تقول بأن المؤسسة العسكرية هي التي ارتكبت المجازر والمؤسسة العسكرية كانت مهددة برفع قضايا وقضايا جنائية في القضاء الدولي وهذه ستذر بالمؤسسة العسكرية لذلك الإبقاء على خالد نظار في الخارج سيعود سلبا على المؤسسة العسكرية كمؤسسة وليس على أشخاص لأن المؤسسة العسكرية لن تقبل أن يحاكم وزير الدفاع في قضايا حقوق الإنسان القيد صالحة عفواً خالد نظار ما كانش هو رفد السلاح ويقاتل ولكن هو في السجون يعذب الناس كان هو أعطى الأوامر بهذا سير المؤسسة العسكرية في اتجاه معين والأجهزة الأمنية خاصة الاستخباراتية مارست العديد الكثير من الانتهاكات في حقوق الإنسان وكانت بإعاز من خالد نظار لذلك أن خالد نظار عنده قضية وكانت عنده قضية أخرى تعتقد تتعلق بالفساد يبدو أن هناك صفقة المعلومات التي عندي أولا أن خالد نظار مريض اكتشف أنه عنده مرض ما يعني مرض خطير حسب المعلومات الأمر الثاني أنه خايفين من الامتزاز لأنه خالد نظار ماهوش سهل خايفين من الامتزاز خالد نظار يشوفوا رحوا قريب يموت يروح القضاء السويسري ويقول لهم ها هراي مؤسرة عسكرية دارت 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 وارواح انتوحلها فيما بعد وهو مريض أيامات ويموت في الامام مثلا هما خططوا استرجاع هذا من جهة إذن ما هي الصفقة خالد نظار مايرجعش بالأجر الصفقة ما هي فيها أنه لا يسجل توقف الملاحقات يوقف عملية مصادرة الأموال التي حدثت عملية المفروض كانت رح يصدرونه أموال وكذا توقف هذه خالد نظار رايح يمشي في الخط الذي يمشي فيه خالد نظار ليس له تأثير باش نكونوا صراحاء يعني ما هو عنده تأثير في المؤسرة العسكرية ولا في أي شيء لكن قد يكون عنده تأثير سلبي وهو يتوازد في الخارج لذلك تم استرجاعه هذا في جانب إيجابي استرجاع وزير الدفاع للجزائر يكون في الجزائر أفضل من يكون في الخارج هذا في جانب بالناحية الأمنية جانب إيجابي أنها الدولة تسترجع جنرال بأي طريقة كان فيه جانب إيجابي لكن الجانب السلبي أنه في صفقة أنه يعود شخص ومنظومة كانت ضد القايد صالح راح تخرج من السجون وترجع فيها جانب سلبي لأن الجمهور الجزائري والرأي العام الجزائري الممزق على أجزاء هناك قسم راديكال رافض النظام كامل وهذه نسبة لا يستهان بها اليومنا هذا رافضة نهائية بل أنها من قبل الحراكة الشعبة هي رافضة فيها جزء ملتزم الصم لا هو وافق في السلطة ولا هو يريد أنه يمضي بعيدا في مواجهة السلطة وهي نسبة لا يستهان بها وهناك أيضا نسبة أخرى نسبة أخرى وافقت في السلطة بناء على وعود القيد صارح وهذه أيضا نسبة لا يستهان بها وفيها نسبة من الشياتين هذوك اللي يجي اللي يتزوج زوج أمه يقول له عمي اللي يجي يصفق له هذا كأمر آخر خلينا منه وهي أيضا نسبة لا يستهان بها في المجتمع الجزائري ولكن تلقوها في الشارع الجزائري تلقوها في المقاهي تلقوها في شبكة التواصل الاجتماعي تلقوها في كل الجوال إذن عثر هذا سلبا جزء الراديكالي ورح شرح يقول يقول أنا قلنا لكم يا أبو صباح لزرق ما تثقش في السلطة هم يقولوا فيها وأنكم مشيتوا في المؤسرة العسكرية ها هي انقلبت عليكم رغم أنه الناس اللي مشوا في المرحلة هذه مشوا بناء على وعود أطلقها القيد صالح القيد صالح توفي إذن المشكلة ما جيشت له من الناس اللي في ذلك الوقت وضقوا في القيد صالح ومشوا معاه القيد صالح مات لأنه الناس ما تعلمش الغيب لو كانوا يعلموا الغيب أنه القيد صالح في التاريخ الفولاني رح يموت ربما رأهم ما مشوش معاه يقولوا أنت تعطينا فيه وعود وأنت بعد غدوة تموت إذن ما جيش تقول لي يا أبو صباح لزرق رأك مشيت في طريق ها هو ونوصلك هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ الناس يجب أن يحترم رأيهم مشوا وثقوا في القيد صالح في ذلك الوقت اللي كان يتكلم بطريقة شعبية بسيطة توصل إلى قلوب الجماهير كسب جماهيرية في الشارع الجزائري وثقوا فيهم شاو القيد صالح رحل إذن ما نجيش نحاسب على واحد رحل على وعود لم يوفيها القيد صالح لما أطلقت تلك الوعود أطلقها باسم المؤسسة العسكرية وباسم الشخصي كشخصية لديها ثقلها في الشارع الجزائري ولكن الذي حدث أنه اللي جاء بعده ما مشاوش في المصار نعم ما مشاوش في المصار أول حاجة داروا دستور فقطوا عليه ثلاث ملايين جزائري خمس ورابعين مليون جزائري يعني دستور أقلية الأقلية وبعد يجي يقول لك بتحدي كبير أنه في ظل ظروف كورونا مررنا الدستور وشنا للهبل الانتاع كأنه الجزائر بعد غدوة إذا ما يكونش عندها دستور راح تمحى من خريطة ولا يتردوها من أمم المتحدة ولا من الجابعة العربية هذا كلام فارغ كانت المشكلة هذا الدستور كان لغم التبون طبعوها على راسه وهذه هي المشكلة التي تعتبون أقول أنا ذكرت في الجزء الأول عقب الانقطاع أنه التبون ضعيف من عدة جوانب ضعيف من ناحية أنه كان محمي من القيد صالح كان يوصل للسلطة وتعهد القيد صالح بأنه يكمل معه المسار كان القيد صالح راح يشكله غطاء قوي يعطيه قوة في اتخاذ الكثير من القد راح القيد صالح جاءت قيادة جديدة لم تتماه معه كما ينبغي هذه القيادة ما زالت نافحة في السلطة ما زالت نافحة تمشي بعيد ومتحمسة إلى أشياء أخرى وتختلف وجهات نظرها على ما كان عليه القيد صالح إذن ضعيف من ناحية علاقته بالأجل ضعيف من ناحية شعبية لأنه الناس اللي مشاول صناديق الاقتراع مشاول على جل قيد صالح إذن ما مشاول على جل تبون ما مشاول على برنامج تبون لم يقدم أي برنامج يعني مقنع يخلي الجماهير راحة وفوطات على تبون بسبب برنامجه راحة وفوطات لأنه القيد صالح قال لهم أنه هذا المصار هو ينقذ الجزائي هذه هي الحقيقة أما أيضا من ناحية السياسية ما عندهش غطاء حزب هو حقيقة عضو قيادي في جماعة التحرير ولكنه كجاجة كحر حتى المداومة الانتخابية انتعوا أنا حكاولي ناس ابناها بالذراع عادي جيد أو شفتوا كيف جاب كل غرم انهب ودب الناس المتردية والنطيحة حتى راحوا معه للرئاسة راحوا معه ناس ليسوا في المستوى المطلوب مع احترامي للجميع طبعا إذن من ناحية السياسية ضعيف لأنه شوف شكولي ضد ضده جزء كبير من الحركة الشعبية شئنا أو أبين تحت ضغط جزء كبير لم يثق في السلطة ولم يواجهها وأمر آخر العصابة متمكنة من دولي بالدولة لأنه لما ذهب عبد المجيد تقبول للرئاسة لقاها ملغومة ملغومة بجماعة ويحيى والأخرى ما الدولة وراح وحده راح بوحده معاه العقاب ومعاه بالقايم ومعاه بعض الأشخاص ما راحش ما عندهش قوة أنت لما تشوف مثلا الإدارة الأمريكية لما ينتخب الرئيس الأمريكي يجيب جماعته يجيب الأشخاص متاعه وتبقونوا هما الأشخاص متاعه بعد حتى الحكومة لما عينوها فخر دقيقة زادوا بدل القائمة إذن المشكلة زاد مرض وراح للخارج والآن ما زال ظهر في فيديو واحد في 30 نوفمبر قالوا الرئيس سيعود خلال أيام اليوم راهي 23 معناها 24 يوم يعني معناها ثلاث أسابيع وانهي الأيام القادمة سيأتي كما قالت رأس الجمهورية نهار 13-12 ظهر في الفيديو وقصة الفيديو حكيناها كيفاش حتى ظهر لما جاءتوا معلومات بأنه بأنه دستوري باش يتخلوا عليه ما ظهر بتلك الطريقة أفسد لهم المخطط وانهو ذلك اللحظة هذه ما زالتش ظهر مرة ثانية لا نلتقى مع مسؤولين حتى قال في تغريدة أنني أمرت رأى رئيس الحكومة باش يجتمعوا باش ما يجيبوا الدواء هذا انت على كورونا باش أمرتهم هل اتصل بيهم كيفاش أمرت وان هي ما كانش مسؤولين زاروه يا عجب من المفروض إذ آسيد انت رأك لباس رئيس الجمهورية رأك بخير وكنت تعقد في مجلس الوزراء عن طريق فيديو كونفيرانس وعليش ما درتش لقاء مع الوزراء فيديو كونفيرانس كما هكذا وتظهرها للجزائريين ما هو السر هل الرئيس لا يستطيع أن يقف لا يستطيع أن يمشي ما يتحرك شمليح يتعافى في تلك المرحلة استطاعوا يظهروا بالفيديو وبعد ذلك الله أعلم أظهروا الرئيس أنت يوميا تقول الرئيس بعثوا الرئيس تصل به واتصل به أخيه وشقيقه قيس سعيد الرئيس التونسي وبعد قلنا أخوه شقيقه يزون من لغة الحزب الواحد هذه أنت عيام زمان واتصل به شقي أخيه الرئيس فلاني والرئيس فلاني اليوم رهم كهذروا على بشار الأسد قالوا اتصل به رئيس الجمهورية العربية السورية هذا المجرم بشار الأسد القاتل هذا اتصل به بطلوا على كلمة أخيه هم تكلموا قبلها بشوية بعد خمس سواء تكلموا على أمير قطر تصل به قالوا أخيه وبعد ولوا توقفوا عن كلمة أخيه هذه ما هيش لغة إعلامية أصلا ولا هي لغة دولة اتصل به الرئيس الجمهورية الفلانية وتبادل حديث لا أخيه ولا شقيقه لو لدعمته لو لدخلته لو لدجداء هذا كلام لا يؤتي أكله ما هوش كلام من تعدوله ما هوش كلام من تعدوله لذلك قاعد أقول لكم إخواني الكرام أنه رأي يستبهون في هذا الوضع رأيه ضعيف رأيه الآن في وضعه الصحي هذا رأيه تحت رأيه جهة معينة غدوة يستطيعوا يعزلوه بالمجلس التسطوري الآن رأيه في الشهر الثالث هو غايد رأيه ما يشيه في الشهر الثالث كمبال شهري هو آخر ظهور ليه كان هنا خمسة عشر اليوم رأيه ثلاثة وعشرين معناها شهرين هو فات ما ظهرش يقدر غدوة إذن الرأيه صراه في وضع الضعف لذلك أنا في تقديري شخصي وبحكم تحليلي لشخصية تابون لا يمكن أن يقف في وجه هذا الطيار الجديد هذا الطيار الجديد جاء حاكم الوع العصام الوسط شنقريحة ما دارش كيمال قيد صالح وقف في وجه العصام لا حكم استرجع للعسكريين خرج العسكريين من السجوء المدنيين يضحوا بيهم ما يسواه ويحيا وسلاء والسعيد والتفليخ والله ما يساوي الرنجرس تع الجند أنا نقول لكم هذه الحقيقة وزيد نقول لكم حال وشوف عمارة بن يونس تلقو راب راب تلقو لأنهم هذن ينتموا إلى منطقة القبائل منطقة القبائل تشكل هاجس لدى المؤسسة العسكريين هذا ويحيا لأنه مكروه في منطقة القبائل رغم أنه قبائل لكنه مكروه في منطقة القبائل ما حاوسوش عنه لأنه اعتبر نفسه قبائل لكن الجروة وأصلا هو مكروه في منطقة القبائل وما عندوش حتى قيمة وما يطلقوه أما الأخرين جمع سلال غير وذك والله ما على بلهم بيهم أصلا لذلك نقول هالكم ما الذي حدث إذن إطلق صراح محاولة استهداف عائلة الكيس أنا ما نقول لك أولاد ومشهم فازدين ولا ولا فازدين لا عندي أدلة تقول فازدين ولا عندي أدلة تقول مشهم فازدين من المفروض أراه إنسان بريء حتى تثبت إدانة بالنسبة للقانون هؤلاء أبرياء حتى تثبت الإدانة لكن كيف تحرك طليبه طليبه الآن هل يعقل أنه رجل موجود في السجن متهم بالفساد يبعث رسالة عن طريق محامي للنائب العام يقول له عندي تبليغ ضد فلان وعلام أنت أصلا عندك قضايا في القضاء كي تقعد عند قاضي التحقيق عند قضايا مفتوحة أقول في التحقيق الرسمي أنه فلان وفلان وفلان رهم معايا قاضي التحقيق مضطر يجيبهم لماذا لجعت عن طريق هذه الرسالة لأنه الهدف منها هو الدعاية الإعلامية تروح للنيابة العامة النيابة العامة أمامها خيارة إما أنها تحرك قضية لو فيها أدلة تستدعيه وتسمعه إذا كان عنده أدلة ويفتحوا قضية جديدة ويسمعه ويستدعوا أبناء القيد الصرح ليسمعهم في هذه القضايا إذا كان فيها أدلة إدانة لأولاد القيد الصرح سيتم إدعا أو أنه يرميها في سلة المهملات هذا مسجون ره قاعد في الحبس يخرف يحب ينتقم من الناس اللي عنده حسابات معاهم أو أنها يحولها إلى قاضي تحقيق إذا كادت هذه المعلومات يحولها إلى قاضي التحقيق الذي ينظر في قضايا في قضايا طليبة هذه أمامها لكن أنها تدخل يدها من هنا المحامية هم يحطون الختم بأنهم استلموها هي تظهر في الفيسون الهدف وشي هو؟ الهدف هو وضع النيابة ووضع القضاء تحت الضغط أن نشوف ولاد القيد الصرح لأن هناك تحريض من طرف جهات وأنا أقول ها لكم أنه دوب العصابة اللي موجودين خارج السجون اللي موجودين في السجون هم الذي أوعزوا لطليبة باش يدير هذه المرسل ورؤوس الفساد اللي موجودة في سجن اللقليعة والحراس ودير رهم يتواصلوا فيما بينهم سواء عن طريق الحراس يعطوهم الفلوس طليبة وخرج اللي غارديان يعطي لهم الدرهم بره أنا أقول ها لكم هذه هذه الإشكالية القائمة الآن إذن كي اللو بطاع عصابة أراد ضرب القيد صرح القيد صرح راه انتهى راه رحل إلى ربي حتى ما صاروا حتى قوتوا في المؤسرة العسكرية راحت إذن لماذا تم استهداف القيد صرح استهداف القيد صرح استهداف عائلته هو هدفها استهداف عبد المجيد تبون أنا نقول ها لك استهداف عبد المجيد تبون رغم أنه عبد المجيد تبون لا يشكل عليهم أي خطر هو ضعيف من كل النواحي لكما ذكرنا ولكنه يريدون إسقاطه لأنه الدولة بدأت ترجع ليدهم وبدأ يهاي من نوع أنا نقول ها لكم لأنه شنقريحة لما جاء أوقف ذلك المصار اللي كان داروا القايد صالح خلى الضباط الله ما يرفضوا لي لذلك اللي في ترجعهم بسبب حملات الفساد اللي طالت إذن إذن ما الذي حدث حدثت هناك نوع من الردة في المصار ترى هل المطالب التي تعهد بها القايد صالح أعذروني من الإضاءة شوية حرار هل الأمور اللي تعهد بها القايد صالح باسم المؤمنين العسكرية هل هي ستتم أنا أقول هلكم لم تتم وتم توقيفها نهائية ها هي تم توقيفها نهائية الجيش الجيش الآن دخل مرحلة جديدة اسمحوا لي يا شباب دخل مرحلة جديدة مرحلة جديدة حدث فيها تفكيك تفكيك ذلك المصار بالنسبة لهم لماذا لجأوا إلى هذا أول القايد صالح مات لم يعد القايد صالح كان يشق الرعب لهذا الجنار كان يتكلم ما كانش اللي يرفع رأسه أنا نقول هلكم كان يخافوا منهم كان توفيق ويخاف من القايد صالح ما كانش الآن واحد قوي يخافوا منهم أن القايد صالح انتهى الله يرحمه رحل إلى ربه في ظرف تعرفوه جميع الأمر الثاني أن الحراك الشعبي وعودة الجزائريين إلى الشارع لم يعد ممكنا ما عادش الشارع يخاف منهم ونزيد نقول هلكم شيء بعض الناس يقول لك بأن المؤسسة العسكرية تخاف تخاف من الشارع أنا نقول هلكم والله ما على بالهم بواحد ما على بالهم باللي ينتقدهم ما على بالهم اللي يتجمعهم عليهم ما على بالهم حتى بواحد بل أنهم يضحكوا عليهم ويضحكوا علينا نحن لا يتكلموا في وسائل الإعلام حول سياسة أنا أقول هلكم هذه الحقيقة اللي يجب لذلك القول بأنه كما يقول أنه الشعب الذي حرر المؤسسة العسكرية هيا روح طرح الشعب الآن حرر المؤسسة العسكرية وخليها تتماهم عما طالبك مثل ما كانت في عهد القيد صالح ما كان ذلك دور لعبه القيد صالح حقيقة القيد صالح لعب ذلك الدور وأسقط تلك العصار لذلك إذن ما كانش خوف من عودة الشارع وجود تحدي كورون المفتوح فيها أيضا تطورات في المنطقة قضية الصحراء الغربية قضية تطبيع المغرب مع إسرائيل قضية منطقة الساحل والصحراء وعودة القاعدة مجددا قضية ليبيا قضايا والتواجد الأجنبي في ليبيا والقواعد العسكرية اللي رح تنتشر تنتشر في المغرب تنتشر في الصحراء الغربية رح تنتشر في منطقة الساحل والصحراء تنتشر في ليبيا ربما حتى في تونس هذه قواعد العسكرية إذن الوضع كله لذلك تجد أن الجهات التي تخدم المؤسسة العسكرية وتخدم هذا التوجه الجديد رفعت من حجم تخويف الجزائريين حتى وصلنا أن الجزائر خايفة من صفارها أو من قنصرية تفتحها إسرائيل في المغرب والجزائر في زمن ما كانت أول دولة وأول مخابرات في العالم التي اخترقت الموساد هي مخابرات الجزائر وكانت الجزائر تدعم حركات التحرر الكامل المناهضة لإسرائيل كانت تدعمها في الجزائر في وقت ما كانش تطبيع حتى حل الدولتين ما كانش لا يعترفون بوجود الجزائر كانت تتحدى إسرائيل وتقوم بهذا والآن صارت تخاف من إسرائيل جي تدير بوتيكة في وجدة ولا تديرها في الداخل المهم إذن الأوضاع هذه يرونها في صالحهم أنه ما كانش خوف من الشارع خطابات التحريض على المواجهة مجدداً لم تعد تأتي أكلها الجزائريين ينطبعهم هكذا يخرجوا في واش يسموه حراك معين ثم يصدموا أرواح انتوا عاود حركهم من جديد خرجوا في الثمانية وثمانين بعد جاتك الموجة هذهك جات اندلعت ما اندلع بعد الثنين وتسعين الجزائرين صاروا يبحثوا عن الأمن والأمان فقط من الثنين وتسعين خارجوا في الفين ونساعة سبعة وعشرين عام يعني ثلاثة عقوب الجزائري عندما يخرج ويرجع إلى بيته رهي صعيبة تعود ترجعوا للشرع خاصة إذا صدمت هو الجزائري الآن صدمة من واجهات السياسية التي كانت ظهرت في واجهات الحراك وصدمة من السلطة وصدمة من كثير من الأمور وصدمة من واقع اجتماعي سيء لذلك إخواني الكرام أنه الذي حدث أنه الآن رانث المربع ما قبل السفر حقيقة الدستور دستور غير شرعي بمعنى الكلمة من ناحية السياسية والأخلاقية أما من ناحية القانونية فهو فات لن تفهمه بالمنطق أما من ناحية الأخلاقية والناحية السياسية فهو ما عندوش مشروعي أقلية الأقليات اللي فوتها تالي الرئيس مريض الله أعلم بحاله ظهر مرة وبعد اختفر الآن راني في نهاية السنة من المفروض يوقع قانون المالية أنا أحتمل أنه غدوة يظهر ويوقع قانون المالية ولا بعد غدوة في الأيام القادمة مش غدوة يعني نقصد غدا مباشرة يعني غدوة الخميس لا يعني في الأيامات هذه القادمة ربما يظهر هيا وشي 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 اللي كاين ما الذي تحق هل تم استرجاع أموال على الأقل صادروا شوية أموال انت واحد الجنرالات وبعضها صادروا لهم أموال هل كانوا صادروا لهم في عهد القيد صار وكاين اللي حكموا عليهم فيما بعد لكنهم أصلا تم هؤلاء الأشخاص توقيفهم في عهد القيد صار حدث التوقفات جديدة هدى فرعون وجماعة أخرى هذه كهام حدث التوقفات ولكنها من قضايا كانت في عهد القيد صار أعطوني قضايا جديدة فتحت الآن منذ وفاة القيد صار ضد رؤوس فساد جديدة رغم أن الفساد عم وطم وغم الجزائرين هذه حقيقة الفساد بلغ درجة لا يمكن وصفها في الدولة الجزائرية وأنهما قضايا أخرى هل قامت الجزائر بحركات معينة لدى دول أخرى من أجل استرجاع الأموال والعقارات وصادرة العقارات اللي موجودة في الخارج الله أعلى وأعلم أنا ما شفت شيء اللي شاف منكم يقول دينار ره في إنهيار شديد تقارنوا مع العملة المغربية واحد ما نقدرش نقول لكم في زمن قال بوتفليقة بأنه أسأرني نخجل من جزائريتي لأنه واحد درهم مغربي يساوي 13 دينار جزائري أو 14 أو شيء في هذا القبيل الآن ره يساوي نفس المبنى بعد هذه بعد ما دخلت أكثر من 1200 مليار للخزانة العمومية التي نهبت في وضح النهار الجزائريين يا حكام الجزائري رهم ما يسحقوش الوعود والشعرات ولا جيد دخدغوا في الوطنية جزائري قدس وطن ولكن هكشفتهم يحرقوا في قوارب الموت يهربوا من البلاد وين وصلنا والجزائريين في زمن معين كان يقدر قادر بطاق التعريف برك يجي لفرنسا وما يجيش خلينا شوية واقعيين على الحراكين الآن على الجبهة اللي المفروض تبثل الحراك عليهم أن يلتقوا في إطار سياسي معين مش كل واحد قاعد أنا راني منتكلمش كسياسي باش نفهموا على حاجة ولني معارض ولني موالي أنا راني منتكلملك كمحلل سياسي يتعامل مع المشهد الجزائري اللي واقع الآن من خلال معلومات تصلين لني معارض ولني موالي للصد أنا نتكلم الناس اللي عارضوا عندهم مشاريع سياسية في البلاد أنا ما عندي حتى مشروع الناس هذين اللي حطوا أنفسهم بأنهم أصحاب مشروع تغييري في البلد التقوا طرح على مائدة واحد التقوا طرح على مشروع سياسي معين اجتمعوا ما يقدروش الجزائريين والله يا جماعة إذا حلوا صفحة في الفيسبوك دير لها قداش نأدمن حتى عشرة يختلفوا غدوة وواحد منهم يقفل الصفح ما يلتقوش الجزائري مزاجه صعب صعب المراض يحب يحق كل شيء ضربة واحدة وكل واحد يحب يكون زعيم وهذا الغلط المشهد السياسي جماعة هو عبارة عن هكذا كورة وكل واحد ينظر لها من زاوية أنا رأي جالس في الزاوية هذه وانت جالس في الزاوية هذه كل واحد الزاوية اللي جالس فيها ينظر لها متى تكتمل الزواية عندما نلتقي جميعا وكل واحد يعطي وجهة نظره من الزاوية وبعد ذلك تتحول إلى أرضية للتغيير الجزائر لم يحدث فيها أي تغيير على فكرة تبون حياته كل هو وزير عند بوتفليق وصل حتى الوزير أول من الذي تتغير كي جيب لي واحد جيب لي يقول لي رهي عصابة بوتفليق رهي كانت عصابة نظام عصابة وبعد جيب رئيس جمنها ما علي شيء الظروف كانت سيئة أو الصلاة إذن ما يجب أن يتوقف عفوا ما يجب أن يتوقف العمل من أجل إحداث تغيير حقيقي وهذا الذي يجب أن يكون السلطة العصابة تستعيد في أنفاسها تستعيد في رجالها خلاص الرجال اللي دفنهم القايد صالح في الحبس رهي انضحوا بيهم وقالوا العسكر والجنرالات هذوك رجعوهم ورح تبقى لأن العصابة رهي مشي ويحيى فقد تسلى ولا السعيد والله السعيد كان خضرة فبعشاء رغم أنه في فطرة معينة هيماً على الدولة ولكنهم كانت أطراف خفية حباته حباته بعد انتبرك في الواجهة نهار اللي تخلصوا منه هار تخلصوا منه تخلصوا منه رح يقضي عمره في الحبس لذلك إخواني الكرام أنا حبيت نقول لكم شي أنه الآن نحن الآن في مرور عام على رحيل القايد صالح القايد صالح مات ودفنوا معه مشروع خلاص بقي الآن مشروع ما هو هل تبقون عنده مشروع أم أنه مشروع للقيادة العسكرية الحالية في مقدمتها شنقريحة يبدو أنه ما مشروع جديد شنقريحة هو اللي قاعد ينفذ فيه لأنه نقول لكم المؤسسة العسكرية رو في كل العالم الدول تصنع مؤسسة عسكرية إلا جزائر المؤسسة العسكرية اللي صنع الدولة جنش التحرير هو اللي صنع الدولة الجزائرية بعدما حررها والجيش الوطني الشعبي هو سليل الجيش التحرير خرج من تلك الجيش وساهم في بناء الدولة الجزائرية وطعب حقص السد الأخضر وثورة الزراعية وساهمت العسكر في كثير من الأمور لذلك أنه من الصعب جدا تفكيك هذه المنظومة ما تتوهم أنه مجرد أنك ترفع لافتة مدنية مشي عسكرية معناها خلاص حققت الدولة المدنية لا تكفي هذا سلطة الجزائر لا تستمع إلى الشارع أخذوها قاعدة وليقول لكم رايح تستمع للشارع أرويك إذ بعليكم إخواني الكرام بالمختصر المفيد أنه حدثت ردة عن المسار الأمر الثاني أن هناك مشروع آخر جديد هذا المشروع ليس مشروع تصادمي مع العصابة بل المشروع يتفادى الصدام يحاول يسترجع من يسترجعه من أجل أن تمضي قافلة من أجل الحفاظ على النظام وهذه هي رؤية شنغريحة جديدة في قيادة المؤسسة العسكرية ودائما نقول لكم المؤسسة العسكرية راه تخضع إلى أمزجة قادتها في الدول كلها هنا القادة يجي ينفذ مشروع المؤسسة المؤسسة عندها مشروع وكل قائد يجي يحط لبنة ويجي لي بعده يحوز لبنة أخر إلا في الجزائر المؤسسة لا عندها مشروع عندها ثقافة معينة يعرفها العسكر المليح ولكن عندها أيضا أن كل قائد يجي يحاول يضع المشروع انتاعه والغريبة أن أكثر القادة لأن أقول كلهم يجي يهد وش بناء اللي قبله ويعود يبني من جدي ولذلك ما زلنا دائما البناء لم يكتمل كل ما يوصل للبناء للبلاصة معينة يهد لذلك إخواني الكرام المرحلة حساسة السلطة راه تستعيد في أنفاسها الحراك الشعبي دفنوه بقايا عن طرزوابري والبرباريست والماك والرشاد هم الذين أضروا بالحراك الشعبي هم الذين أضروا بالحراك الشعبي بمعنى الكلمة وسيشهد التاريخ عليه في مرحلة معينة الجزائريين مشوا بعواطفهم وطبعا الثورات الشعبية عاطفية في جوانبها كثيرة والناس تغلت منابر للتواصل الاجتماعي ودزتهم في حيث والآن واش يقول أنا حذرناكم الثقاء العسكر أنا حذرناكم لو أنه القايد صالح هو الذي انقلب عن المسار والعود أنا راني معكم أنا معكم نقوله القايد صالح الكذبت علي لكن القايد صالح راح وراح بعد الانتخابات وكان راح قبل والمؤسسة العسكرية وبعض أخرين وكذبوا علينا نقوله أنا إخواني الكرام هذا هو المنطق هذا هو المشهد برمته هذا هو المشهد تبون مازال غايد المعلومات على أوضاعه الصحية رهي شحيحة جدا لم يظهر عدم ظهوره مرة ثانية كيفاش أنت تظهر مرة أخرى توجه خطاب وتقول راني بديت العمل وكل يوم الزعماء يلتع العالم عاي طولك ما تظهر شبرة ثانية ولا وقفت برك هدرتك الجمل هذيك وعاودت ترقيت أو أنك تحذر في سيربريز الجزائريين خلينا من المسخرة هذه ظهروا الرئيس خليه يدير اجتماعات يدير اجتماعات نحن رأينا في زمن كما يقولوا فيديو كونفيرانس قبل كانوا تزير ويدير اجتماع بمجلس الوزراء بهذه بل شارك في الأمم المتحدة بغطاب وغير 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 اجتماعات كثير شارك فيها بعد طريق الانترنت هو علاش الآن ما تديرهاش دير اجتماع مع مجلس الوزراء يا رئيس الجمهورية دير اجتماع مع مجلس الوزراء حتى وأنت في الخارج عندك ظروفك نعذروك المهم أظهر أظهر بالصح لابس كوستيمة وكرافطة ومش مغطي رقب إخواني الكرام أنه شوف ملاحمة تغيير ما هيش عشوائية شوف السوريين واش دفعوا أكثر من ألف ومياء أكثر من مليون ونص ناس دفعوا حياتهم وأكثر من 12 مليون مهجر ومشرت ومفقود واللعبة الآن تحولت إلى لعبة بين دول كبرى وهو تشوفوا فيه بشار الأسد اللي دمر نص البلد هاهو الآن ما زال ما زالت أحب فيه روسيا وإيران وغيره المشكلة أنه التغيير لازم تشوف التوازونات الداخلية وتشوف التوازونات الخارج شوف ليس كل شعب يخرج إلى الشارع المجتمع الدولي يستجيب والله عندنا تكون عندك وجهات مرفوضة دولية وعندك أطرحات غير مقبولة دولية والله لو يذبح كالعسكر يذبح النص من تحرك واحد ضدهم هاكم تلاحظوا فيهم معتقلين موقفين باسم الحركة الشعبية ينتموا إلى جهة معينة العالم والمنظمات الدولية تتحرك علي وفيهم تلقى صحفي تلقى صحفي العالم كل يتكلم وفي صحفيين أخرين معتقلين ولا حد يجيب خبرهم لأنهم ينتبه عندنا عبد السميع عبد الحي قاضية دار هالو السعيد بوتفليق وعاود رجعوه وسجنوه في فيفري فيفري على قضية كانوا كرسوها منذ عشر سنين سبع سنين ما حابش يتكلم عليه إنه جاي من تبسل في حين واحد يكون ينتمي إلى منطقة معينة عارفينها أو أنها يواليها وأنه ناطق بالفرنسية وفي هذه الحالة تجد المنظمات تتحرك نفس الشي جماعي لذلك عندما تكون حراك هنا يقدر يحقق الكثير على كل حال إخواني الكرام يعني هذا ما أردت أن أقوله أنا أقول لكم شيء واحد التغيير ضروري وعلى السلطة أن لا تضيع أنا نشوف في الجيش ضيع المكاسب اللي حققها الجيد صارح في غضون أشهر العام الماضي وبهذه الطريقة رايح تضيع ما زالت بعض المكاسب ما زالت ولكن ستضيع صح الجزائريين يحبوا مؤسستهم العسكرية لكن ما تنسوش في يوم ما في جزائري يحمل السلاح وقاتل المؤسسة العسكرية مش معنى أنني أحرض على حمل السلاح أبدا هذا الشيء مرفوض مطلقا ولا عمره التغيير جاء عن طريق السلاح ولكن هذا معناه أنه الأمور ما تجيش تقول الجزائري يحب المؤسسة العسكرية قداش إن واحد يحمل السلاح في التسعينات ضد الجي وقداش قتلوا العسكر صاروا في لفوباراج يحكموا العسكر يقصوا له رأسهم وهذه حقيقة رغم أنه ابن المؤسسة العسكرية وابن الشعب وماتوا زملاء كثير نعرفوهم الله يرحمهم يعني دفعوا الثمن غالي فيهم ناس عسكريين تم خطفهم وأذكر هنا نختنم فرصة هذه فيهم زمين اسمه ليفيفن بن يوسف هذا ليفيفن بن يوسف كان طالب ضابط عامل في المدرسة العلية للدفاع الجوي على الإقليم بالرغاية كان زميلي دفعاً هذا الشخص متدين شاب ملتزم جاي من خمس مليار من أروع ما رأت عيني في الخلق والكرم والطيبة والمثل العليا مثل هذا وحب لوطن والله العظيم كنا نجلس أحياناً ونشاهدوا نشرة الأخبار يوروا مثلاً عملية قتل بعض الجزائريين كان يبكي بالدموع يعود إلى غرفته يبكي بالدموع على قتل الجزائريين هو يصلي إنسان يحفظ في كتاب الله نحن وحد الإنسان لم ترعيني في طيبته ولم ترعيني حتى في جمال وحد الرائع حتى الناس كان كان العسكريين مساكن يحبوا يجيه وربحوا كرميسيون كيظلوا معندوس دراهم يعطيهم دراهم وهو يقعد ثم معندوس بس يروح ظروفه العائلية بارحة والبارحة شفت فيديو والدته والله أبكتني عم الجزائرية العصيلة كيفاش الله ما زالت تبكي على ولده راحوا تخطفوه وداروا سيناريو كانت الكتيبة تروح أحيانا تحرص واحد المال بلاسة انتعوا واحد المصنع انتعوا خبز واحد مؤسسة تصناعة الخبز في قرصه راحوا ثم وجلس مع صعب وكان في شهر رمضان وكانوا يحطوهم حراسة من هنا وكان جاء بيوزع الزلبية على الناس العسكريين وبعد راح باش يصلي اختفل يخرجوا الدعاية بللي رابي طلع للجبل هو مسكين ما طلعش للجبل كان ثم جماعة الدياراس موجودين في مقر المؤسسة اعتقلوه ثم وبعد في الليل اعطوه الأمر للجماعة قالوا لهم غادروا عندكم واحدة هرب بيطلع للجبل مع الإرهاب راي كانت سيارة تستنى فيه المنطقة لا يمكن أن يصل لها بطريقها اداوه بعد قتلوه وأنا كدخلت السجن التقيت مع ناس في السجن كانوا يعرفوه أبناء منطقته أكدولي بأنه هاي القصة وعطولي القصة اللي عندهم هون هذا الشخص بل أنه كانوا يحاولوا خمس مليارة في ذلك الوقت فيها جماعات إرهابية جزاك حاولوا يضغطوا عليه غددوه يضغطوا عليه لأنه يبن المنطقة ويعرف الناس يعرفوه أنه ينتقم يقتل أصحابه ويدير عملية ويضغطوا عليه أبداً بطل حتى ما يروحش مسكين ودى وقتلوه وليومنا هذا الأخبار عليه بل أنه حاولوا يشوهوه بأنه التحق بالجماعات الإرهابية ويشهد ربي أنه ما عنده على قلب الإرهاب ولا بشيء كان تعرف واحد إبن منطقة يكونوا ناس طلعوا للجبل ويعرفوا باللي يروا فلان أن التحق العسكر يحاولوا يبعثونه الميصاج يحاولوا بأي طريقة كانت باش يهددوه باش يخوفوه وكذا وكذا باش يضغطوا عليه باش يستعملوه فالفضل ذلك حتى تم اختطاف وقت وما أكثر من هؤلاء اللي دفعوا الثمن إخواني الكرام نحن رأنا في مرحلة حاسمة على السلطة أن تنتبه حذاري ثم حذاري من الالتفاف على مطالب الجزائريين الجزائريون خرجوا في فيفري عندهم مطالب معينة يجب أن تحقق الرئيس عليه أن ينتبه عليه أن ينتبه عليه أن يستعيد بعض عافيته عليه أن يبتعد عن السياسة اللي يتعامل بها بتفريقة من قبل لأنها سياسة لن تحقق شيئا التحديات كبيرة يا جماعة والجزائر تكون قوية بمن؟ بجبهتها الداخلية عندما تكون متماسكة ومن دون ذلك فهو كلام فارغ والله كلام فارغ العنطريات هذيك والقوة وتعقوة عبر الذباب الإلكتروني في شبكات التواصل الاجتماعي لا تأتي أكلة الشعب عندما يجوع رح يكون في وضع ضعيف عاون الناس راه في وسط تحدي كبير انظروا إلى الفقراء والمساكين وما أكثرهم في بلادنا الجزائر الغنية بكل الثروة الأموال راه في يد عصابات تعبث بيها يجب الضرب بيد من حديد الدولة إذا لم تستعد ثقة المواطن والله لن تستطيع أن تصنع لها مستقبل وكما خرج أبو تفريقة من النافذة رح يخرج تبونه غيره ربما من ثقب الباب أو من ثقب المفتاح كما يقول هذا هذا اللي نقول نحن مر علينا عام صح جاءت تحديات جاءت كورونا كذا لازم نتفهم هذا الوضع ولكن يجب أن تكون هناك إنجازات واضحة إنجازات عملية ماشي مازالت السلطة تكذب وتطلق في الإشعارات وكذا وكذا وتكذب بالطريقة تعقبل حتى الرئيس مرض كذب عليه وعطاه أخبار كاذبة ومازالت 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 الأسوأ ره وره ومشي جيد الأمور ماشي في الانحضار من المفروض أن الأمور تمشي فتر لأنه علاه لأنه المسار اللي تم الاتفاق عنه واللي خرجوا الجزائريين وعادوا إلى بيوتهم تأييدا له تمت الردة عليه وعلى السلطة وعلى شنغريحة وهذه رسالة نوجهها إلى الفريق شنغريحة أنت لست خصم لنا ولا نحن خصم لي أنت قائد عسكري لديك قيمتك في المؤسسة العسكرية ولديك تاريخك في المؤسسة العسكرية لا تدخل لعبة السياسة إذا دخلت اللعبة السياسية ودخلتها بالرنجارسنتاعك راح تمضر كثير كثير وشوف اليوم فقط كم من جزائري ترحم على القيصر فيهم ناس كانوا خصوم للقيصر وترحموا على كل حال هذا ما لدي أن أقوله الآن إخواني الكرام إن شاء الله نلتقي في مدلخ ألات أخرى وعندنا الكثير مما نقوله عندي واحد الملفة تراني نبحث فيها إن شاء الله قريبا أقوى فيكم بأشياء مهمة جدا جدا ألقاكم على خير تصبحون على ألف خير وفي حفظ الله برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله